بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله سؤال اليوم هو على من تنزل الملائكة في ليلة القدر بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله مرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وسؤالي اليوم الرئيسي هو على من تنزل الملائكة في ليلة القدر لا تشكل هذه السورة سورة القدر دليلا على وجود إمام معصوم معين من قبل الله وهو الإمام المهدي المنتظر الغائب شكرا للمشاهدة مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب على من تنزل الملائكة ليلة القدر؟ هل تشكل هذه الآية أو سورة القدر دليلا على وجود إمام معصوم معين من قبل الله تعالى وهو الإمام المهدي المنتظر؟ هناك أسئلة كثيرة اليوم ويوم أمس وضعها الأخوة في صفحة أنت تسأل ونحن نجيب أو أحمد الكاتب يجيب ولكن سوف أكتف في هذا اليوم بمناقشة موضوع واحد هو موضوع نزول الملائكة على من تنزل الملائكة والروح فيها بأمير ربهم من كل أمر سلاماً سلاماً هي حتى مطلع الفجر أنه هذه الآية طبعاً هناك في التراث الشيعي أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع وأود أن أقرأها لحضرتكم قبل أن نستدل أو نناقش الاستدلال بهذه الآية على وجود إمام معين من قبل الله هو الإمام المهدي الثاني عشر لابد أن نقول أن هذه الآية كانت مطروحة في التراث الشيعي في زمن الإمام الباكر وتروى روايات عنه أنه فسر هذه الآية بضرورة وجود الإمام والإمام المعصوم المعين من قبل الله وأنه هو ذلك الإمام الذي تنزل عليه الملائكة هكذا تقوله الروايات الموجودة في الكافي والله أعلم بصحتها وأنا أشك بصحت هذه الروايات جميعاً بكل ما يوجد في الكافي إلا يمكن روايات معدودة على عدد الأصابع وهذه الروايات التي تنظر لموضوع الإمام الإلهية طبعاً هذا التفسير لم يأتي لا من النبي ولا من الإمام علي ولا من الحسن ولا من الحسين ولا من زين العابدين كل الروايات الموجودة في الكافي هي تروى عن الإمام الباكر في زمان الإمام الباكر يعني التفسير هذا حادث ولم يكن موجوداً في الثقافة الشيعية سابقاً ولا يوجد أي أثر لهذه الروايات في التراث الشيعي قبل أن نناقش هذه الروايات أود أن أسجل هذه الملاحظة أن هذه الروايات انتشرت في القرن الثاني الهجري يعني مئة سنة قبل ذلك لم يكن لها أي وجود ولم يكن أحد من الأئمة يستدل بها على إمامتها الإلهية أو على أن الملائكة تنزل عليه طبعاً عندما نقرأ القرآن الكريم الآية لا تشير على أحد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ونيا حتى مطلع الفجر الآية عامة لا يوجد فيها أي نص على تنزل الملائكة على أي إنسان ربما في زمن النبي كان تنزل الملائكة على النبي ولكن بعد ذلك هي كناية عن الرحمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني الرحمة على جميع المسلمين جميع الناس وليس على شخص معين وإذا جئنا وحاولنا أن نؤول هذه الآية ونضيف عليها شيئاً جديداً ونقول أن الملائكة تنزل على شخص معين هو الإمام كما تقول الأحاديث أو الروايات التي سنقرأها هذا يحتاج دليل عندما نقول الملائكة تنزل على شخص معين من هو ذلك الشخص وكيف نثبت هذا الموضوع أن الملائكة مثلاً تنزل على الإمام الباكر مثلاً أو الإمام الصادق طبعاً الاستدلال بهذه الآية جاء ضمن سياق نظرية الإمامة التي تقول بأن الأئمة المعصومين المعينين من قبل الله هؤلاء ألمهم من الله تعالى ألمهم من شيء يشبه الوحي وألم ليس اكتسابي يعني ليس بالاكتساب وإنما هو من الله تماماً كما ينزل العلم على الأنبياء ولذلك قال بعض الشيعة في القرن الثاني الأجري أبو منصور العجلي كما تحدثنا في حلقة سابقة وأبو الخطاب وغيرهم قالوا بأن الأئمة أنبياء إذا كانت الملائكة تنزل عليهم وتحدثهم وتعطيهم علوم جديدة وليس في ليلة القدر فقط وإنما في كل أسبوع أو في كل ليلة وفي كل يوم وليلة الملائكة تنزل والإمام ألمه يزداد لا يمكن أن ألمه يعني ينفد لأنه لا يقول بالاجتهاد روايات جاية عن النبي وفي قضايا محددة في قضايا جديدة دائماً تحدث وبحاجة إلى حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي إذا لم نقل بالاجتهاد فلابد أن يكون من الله بعلم جديد ولذلك الملائكة تنزل على الأئمة وتحدثهم ومن هنا ظهرت نظرية المحدث التي تقول بأن الأئمة محدثون بالإضافة إلى الرسل والأنبياء هناك عندنا محدثون المحدثون هم الأذين تحدثهم الملائكة يعني أصبحوا شبه رسل وشبه أنبياء ولكن لا نسميهم أنبياء ولا نسميهم رسل ولا وهذا ما دفع بعض الشيعة في الكرن الثاني إلى القول بأن الأئمة أنبياء فتأويل هذه الآية التعسفي للاستدلال على ضرورة الإمامة ووجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله العالم من الله أيضا علمه ليس اكتسابيا وليس اجتهاديا وإنما هو علم من الله فإذا هذه الآية تخذوها دليلا على الإمامة الإلهية ثم بعد ذلك هذا كان في زمان الإمام الباقر ولا أقول أن الإمام الباقر كان يقول ذلك لأن هذه مسألة صعبة جدا في الحقيقة وأن نقول الإمامة تنزل عليهم الملائكة هذا يناقض ضروريات الإسلام أن الوحي انقطع بعد رسول الله وأنه لا نزول للملائكة على أي أحد بعد رسول الله خاتم النبيين والوحي انتهى والوحي اللي كان ينزل على النبي محمد وعلى الأنبياء السابقين سلام الله عليهم لم يكن دائما بصورة ملائكة تنزل إنما في معظم الأحيان كان رؤى في المنام أو نقرم في القلب أو شيء في الذهن ولم يكن الوحي دائما هو صورة ملائكة ينزل على النبي إلا نادرا جدا في بعض القصص التي يذكرها القرآن الكريم من هنا نقول أن التأويل تعسفي جدا وأن نثبت أن فلان إمام هن معين من الله وأن الملائكة تنزل عليه هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك لا دليل على ذلك لا نص ولا وصية ولا معجزة ولا أي شيء فكيف نقول أن الإمام الفلاني كانت تنزل عليهم إلاحكة الإمام باكر مثلا كيف يمكن أن نقول ذلك هذا من أقوال الغلات وليس من أقوال أهل البيت أهل البيت لن يقولوا أنهم أئمة معصومون معينون من قبل الله وروايات الكافي الواردة عن إمام باكر والصادق تقول بأن الإمام زين عبدين لم يكن يوجد عليه لا نص ولا وصية يعني أنه ليس إمام معين من قبل الله والذين حاولوا إثبات إمامته الإلهية أن الإمام زين عبدين حتى يربطوا الحلقة ويقولوا أن الإمام مستمرة الإمام الإلهية مستمرة فاخترعوا قصة تكلم الحجر أسود مع الإمام زين عبدين في قضية الاحتكام إليه عند الاختلاف مع عمه محمد بن حنفية وذهبوا إلى الحجر أسود والحجر أسود لم يسلم لم يرد السلام على محمد بن حنفية وردها على الإمام زين عبدين فأصبح إماما معين من قبل الله بالمعجزة وليس بالنص ولا بالوصية ثم انتقلت الإمامة إلى ذريته واحدا بعد آخر إلى الإمام باكر إلى الصادق وكل هذا يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى دليل ثم نأتي إلى موضوع الإمام الثاني عشر كما تعرفون يوجد جدل ونقاش وأسئلة كثيرة حول ولادته أساسا هل ولد ولد للإمام العسكري اسمه محمد وهو الإمام بعده وهو الإمام المعصوم المعاين من قبل الله وهو الإمام المهدي ثم غاب هذا أول كلام فيحاولون الاستدلال على وجود هذا الشخص المفترض بهذه الآية أنه إذن الملائكة تنزل ليلة القدر دائما فعلى من تنزل إذن لا بد أن نفترض وجود إمام معصوم معاين من قبل الله هذه فرضية لا يجوز أن نبني عقيدة أو نبني دين أو نبني فكر سياسي حتى أو فكر حتى مقولة عادية لا يمكن أن نبنيها على افتراضات وهمية وتأويلات تعسفية للقرآن الكريم لا يمكن أن نقول أن نستخرج من هذه الآية ولادة إنسان على من تنزل الملائكة ليلة القدر إذن لا بد أن نفترض وجود فلان ابن فلان طيب افترض أي واحد آخر لماذا تفترض هذا الشخص أنه موجود افترض على أي عالم على أي مرجع على أي مثلا افترض من تشاء فكيف تفترض فرضية بلا أي دليل مجرد افتراض تعسفي على تأويل تعسفي افتراض وجود إنسان هو افتراض تعسفي هذا على تأويل للآية الكريمة أن الملائكة تنزل على إنسان معين وعلى إمام وعلى إمام من هذه السلالة وعلى الثاني عشر من هؤلاء كله فرضيات فيه فرضيات فيه فرضيات لا يمكن أن نبني دينا بهذه الطريقة أو عقيدة دينية إسلامية بهذه الطريقة لذلك أقول أن هذه التأويلات هي من تأويلات الغلات وحاشى للإمام الباكر أن يقول ذلك أو أن يدعي ذلك وكل هذا التراث موضوع ومختلق من قبل الغلات الآن أقرأ لكم ما يوجد في الكافي حتى تعرفوا كيف استدلوا بهذه الآية على موضوع ليلة القدر كما قلت في بداية الحديث أن الاستدلال بهذه الآية جاء لدعم نظرية أو دعوة أن الأئمة علمه من الله وأن الملائكة كانت تحدث الأئمة والأئمة هم محدثون في السياق هذا نجد في التراث الشيعي الإمامي روايات عديدة عن أبي جعفر الباكر تتحدث عن الأئمة الذين تحدثهم الملائكة ومع شكنا بصحتها نرى أنها تشكل امتدادا لنظرية الإمام الإلهية أو مرحلة من مراحل تطورها تطور النظرية بعد القول بالحاجة إلى الإمام الحجة الذي يمتلك وحده القرآن الكامل الصحيح هذا أول مقولة والذي يمتلك وحده أيضا علم الكتاب أو علم الكتاب والقدر على تفسيره وتأويله شخص واحد لا يعلم الناس بقية المسلمين لا يقدرون أن يفسر القرآن إلا هذا الشخص الواحد وعلم الغيب واسم الله الأعظم أنه عنده أيضا علم الغيب واسم الله الأعظم ولما كانت نظرية الإمامة تقول بأن الأئمة معينون من قبل الله وأن علمهم إلهي فلم تجد مانعا من ادعاء تحديث الملائكة للأئمة مع تأكيدها على نفي كون الأئمة أنبياء تقول لا الأئمة مو أنبياء بس الملائكة تنزل عليهم وتحدثهم تناقف صريح كيف الملائكة تنزل وتحدثهم وهم ليسوا أنبياء كلام صعب تحاشيا للخروج عن ضروريات الدين الإسلامي فقد روى الكوليني عن الإمام الباقر أنه قال إن ألم ما لا اختلاف فيه عند الأوصياء هذا الألم موجود عند الأوصياء واسمحوا لي أنا شوية حنجرتي يبدو بعدها تقول إن ألم ما لا اختلاف فيه عند الأوصياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله يرى لأنه كان نبيا وهم محدثون فقط يحسون بالملائكة بس ما يشوفهم وأنه كان يفد إلى الله عز وجل فيسمع الوحي وهم لا يسمعون وقال إن الله يقول لرسوله إن أنزلناه في ليلة القدر فهل كان رسول الله يعلم من الألم شيئا لا يعلمه في تلك الليلة أو يأتيه به جبرائيل في غيرها أنه كان إذن ينزل عليه ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الألم صارنا جمع لهذه الآية فقرتين من هذه الآية هي فقرة منفصلة والراسخون في الألم يقولون كل من عند ربنا هنا صارت الحديث هكذا يجمع وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الألم صاروا الله يعني الراسخون في الألم مع الله يعلمون الغيب أو يعلمون تأويل الأحاديث وتساءل الإمام الباقر كما تقول الرواية التي ينقلها الكافي تساءل من الراسخون في العلم ثم أجاب إنهم خلفاء رسول الله المؤيدون ولا يستخلف رسول الله إلا من يحكم بحكمه وإلا من يكون مثله إلا النبوة عند علم من الله يعني وإن كان رسول الله لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكونوا بعده رح جاءوا الناس في المستقبل وما رح يسأل ألم من الله فرح يضيعهم النبي إذن لازم النبوة تستمر أو الوحي يستمر النبوة المخففة الوحي يستمر حتى يوم القيامة جيلا بعد جيل يعني القرآن ما صار كافي كما تقول للرواية هذه أن القرآن لم يكفي المسلمين إنما لابد من آيات جديدة وعلم جديد وشيء مستمر هذا الكافي كتاب الحج باب في شأن إننا أنزلناه حديث رقم واحد وحسب ما يروي الكليني فإن الباكر رفض أن يكون علم النبي مقتصرا على القرآن واستشهد بهذه الآية إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر الحكيم أمر من عندنا إننا كنا مرسلين الدخان آية 3 إلى 5 فقال الإمام الباكر إن هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من السماء إلى الأرض ولا بد لهم من سيد يتحاكمون إليه سيد يعني إمام يتحاكمون إليه أيضا فرضية هذه لعمري ما في الأرض ولا في السماء ولي لله عز ذكره إلا وهو مؤيد ومن أيد لم يخطئ وما في الأرض عدو لله عز ذكره إلا وهو مخذول ومن خذل لم يصب كما أن الأمر لا بد من تنزيله من السماء بحكم يحكم به أهل الأرض كذلك لا بد من وال أب الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وآله أن يترك العباد ولا حجة عليهم وأنه قال إمام الباكر إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون وأقول قد عرضت لأهل بعض الأرض مصيبة ما هي في السنة ما موجود حكم جديد يعني مسألة جديدة والحكم الذي ليس فيه اختلاف وليست في القرآن أبو الله لألمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض وليس في حكمه راد لها ومفرج عن أهلها يعني المسائل الحادثة المسائل القادمة لا بد أنه هناك من يجيب عنها لما موجودة في القرآن ولا في السنة نفس المصدر السابق وروا الكوليني عن الباكر أنه قال في تفسير آية فيها يفرقه كل أمر حكيم إنه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنة القادمة يؤمر فيها في أمر نفسي بكذا وكذا أنت اليوم برنامج عمل هذا لمدة سنة ماذا يجب عليك أن تفعل وفي أمر الناس كذا وكذا والناس ماذا يجب أن يعملوا الإمام ماذا يجب أن يعمل والناس ماذا يجب أن يعملون وأنه لا يحدث لولي الأمر سوى ذلك في كل يوم ألم الله الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك ليلة من الأمر وروا الكوليني عن الباكر عن علي بن أبي طالب أنه قال إن ليلة القدر في كل سنة وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة وإن لذلك الأمر ولاة أو ولاة بعد رسول الله وإن رسول الله قال تكون ليلة القدر بعد ينزل فيها الأمر فيها إلى علي روا حديث عن الرسول ويبدو من خلال مجموعة من الروايات المنسوبة إلى الإمام الباكر منسوبة إلى الإمام الباكر أنا لست متأكدا من نسبتها أنه اعتمد كثيرا على موضوع نزول الملائكة ليلة القدر فقال يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إن أنزلناه تفلحوا لما سر جذال بينكم بالآخرين مؤمنوا بنظرية الإمامة جيبونهم هذه السورة فأنتوا تخصموهم فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله وإنها لسيدة دينكم وإنها لغاية علمنا يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فإنها لولا لولاة الأمر هذه الآية جاهة حول لولاة الأمر حول الأئم خاصة بعد رسول الله وقال فضل إيمان المؤمن بحمله إننا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم اللي يؤمن بتأويل هذه الآية بهذا المعنى فضله على بقية الناس الذين لا يؤمنون بها كفضل الإنسان على البهائم الكليني نفس هذا باب في الحجة كتاب الحجة باب في شأن إننا أنزلناه حديث رقم سبعة طبعا حديث رقم ثلاثة واثنين وخمسة وستة وكل حديث نفس هذا المعنى وكل تلك الروايات تصب في فكرة واحدة هي الوصي المحدث الوصي مو فقط أنه يحكم لا هو يحتاج علم والألم لازم الملائكة يجبوا له فالملائكة تنزل عليه وتحدثه وضرورة وجوده واستمراره إلى يوم القيامة مو أنه في جيل معين أو في شخص معين لا إنما هاي الفكرة الحاجة إلى الألم الجديد إضافة للقرآن هذه حاجة مستمرة ولذلك يجب أن تستمر إلى يوم القيامة كما كان يقول الكيسانية في المختار أو ابن حنفية في رواية أخرى أنه يعني ما من باقر أيضا لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا ليلة القدر هي يعني كيف تخلق قبل الدنيا هي ليلة يعني رمزية يعني مو في شيء وجودي يعني بحسب الزمان فكيف تكون موجودة قبل ما تخلق الدنيا ما أعرف ولقد خلق فيها أول نبي يكون أو خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون ولقد قضى أو الله قضى يعني أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة من جحد ذلك فقد رد على الله أزوجل ألمه لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحجة التي يأتيهم بها جبرايل وقال في جواب سؤال عن نزول الملائكة على المحدثين أما الأنبياء والرسل صلى الله عليه فلا شك ولا بد لمن سواهم من أول يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل الأرض حجة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحب من عباده وأيما الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم وأيما الله ما مات آدم إلا وله وصي وكل من بعد آدم من الأنبياء فقد آتاه الأمر فيها ووضع لوصيهم بعده وأيما الله إن كان النبي ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله أن أوصي إلى فلان ورقد قال الله عز وجل في كتابه لولاة الأمر من بعد محمد خاصة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم طبعاً آية مطلقة وعامة وعد الله الذين آمنوا منكم لخاطب الأمة الإسلامية المسلمين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية أيضاً فيها تأويل تعسف يعني بدون أي دليل أنه هذه الآية خاصة جاية تخاطب الأمم المحمد ما تخاطب عامة المسلمين وهذا نوع من التلاعب والنسخ للقرآن إلى قوله فأولئك هم الفاسقون يقول أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيكم كما استخلف وصاة آدم من بعده حتى يبعث الله النبي الذي يعبدونني الذي يليه يعبدونني لا يشركون بي شيئاً يقول يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد فمن قال غير ذلك فأولئك هم الفاسقون فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد بالألم ونحن هم فاسألونا فإن صدقناكم فأكروا وما أنتم بفاعلين أما علمنا فظاهر وأما إبان أجلنا الذي يظهر فيه الدين مننا حتى لا يكون بين الناس اختلاف فإن له أجلاً من ممر الليالي والأيام إذا أتى ظهر وكان الأمر واحداً وأيما الله لقد قضى الأمر لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد علينا ونشهد على شيعتنا ولتشهد شيعتنا على الناس أبو الله أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهله بين أهل علمه تناقض يعني كلها محاولات كما تشاهدون يعني بصورة واضحة محاولات لتأويل القرآن بصورة عسفية وتضييق بعض الآيات تعميم بعض الآيات وزعم الغلات أو الإمامية أنه قال أيضاً إن الملائكة تزور ولي الأمر في كل يوم وليلة حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الله إلى ولي الأمر خلق الله وأيم الله إن من صدق بليلة القدر ليعلم أنها لنا خاصة لقول رسول الله لعلي حين دنى موته هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم ولكن من لا يؤمن بما في ليلة القدر منكر ومن آمن بليلة القدر ممن على غير رأينا فإنه لا يسعه في الصدق إلا أن يقول إنها لنا ومن لم يقول فإنه كاذب يعني ليلة القدر مو فقط تعبد وصلي وتدعو الله لا إلا ما تؤمن أن ليلة القدر الملائكة تنزل على الإئمة فإن الله أعظم من أن ينزل الأمر أو ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر انفاسك فإن قال إنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء الحاكم يعني وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء أن تنزل الملائكة إلى من تنزل لا بد تنزل على شخص معين وهو الإمام لا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء وإن قالوا وسيقولون ليس هذا بشيء فقد ظلوا ظلالا بعيدا يعني هي الرواية فيها تأويل تعسفي ومع ذلك تتهم من لا يؤمن بمفهومها ومعناها أنها ظل ظلالا بعيدا الكافي كتاب الحجة باب في شأن أنزلنا حديث رقم 9 روايات كثيرة طبعا في هذا الموضوع وحسب الروايات التي أنقلها الكليني فقد وضع الباكر الأئمة في مصاف الملائكة والأنبياء والرسل في تلقى الألم من الله فما يقول فما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا وأطلق على الأئمة الإمام باكر صفة المحدثين أي الذين تحدثهم الملائكة وأنه أضاف كلمة المحدث إلى هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث أضاف إلى هذا حتى الآية تكون يعني أكثر صراحة بوجود المحدث هذه روايات كثيرة طبعا والروايات حول المحدث أيضا روايات كثيرة في الكافي من أراد فليراجعها في هذا الموضوع ونحن عندما نريد أن نقيم هذه الروايات طبعا كل هذه الروايات تنسب إلى المعن باكر ونحن لم نلتقي المعن باكر وهو 1400 سنة تفصلنا بيننا وبيننا 1300 سنة فكيف نصدق هذه الروايات الموجودة بالكافي الأخبار ينطبعا بسرعة يصدقون كل ما وجود بالكافي كل ما وجود بالكتب هو صحيح وما يحتاج لا مناقشة ولا وميحزنون ولكن عندما نحن نعرف أن القرآن الكريم ميد ضمن هذه المعاني بصراحة والنبي محمد هو خاتم النبيين والنبوة هي يعني وحي من الله تعالى عبر الملائكة أو عبر الألم للنبي مباشرة في قلبه وبالتالي نظرية الإمامة أيضا لا توجد في القرآن الكريم وإثبات إمامة الباكر أو الصادق أو بقية الإمامة أيضا هذا الشيء صعب ومستحيل وما يمكن إثباته ولا يوجد دليل عليه إنما صحيح توجد روايات مختلقة بعد ذلك في القرن الرابع اختلقوا القائمة المسبقة بـ 12 إمام وقالوا النبي سمى الإمامة ولأكلهم فصار كأنه هذا الشيء مسلم وشيء بديهي وشيء يعني ما فيه نقاش بينما إذا إحنا درسنا تاريخ الأئمة واحد واحد رأينا أن يعني كان فيه نقاش وفيه جدل وفيه اختلاف وفيه بداء موضوع البداء أن الإمام يقول يوصي إلى أحد أبنائه فيموت في حياته قبل أن يأتيه الدور وهذا حدث مع إسماعيل وحدث معه سيد محمد المثلون في بلد وبالتالي كبار الشيعة لم يكن يعرفون هذه القائمة كزرارة مثلا والأئمة حتى بعضهم لم يكن يعرفون أنفسهم أئمة كما يقول حديث عن الإمام الهادي يخاطب الإمام العسكري الحسن العسكري بعد وفاة أخيه يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره أو أحدث فيك نعمة ما كنت إمام وهو ما كان يعرف نفس الإمام بس من ما تأخوه صار إمام إذن في القائمة ما موجوده إذن القائمة موجودة على الأقل لأئمة نفسهم كان يعرفون بيها ولأئمة ما كان يعرفون هذه القائمة وكان يسألون الشيعة دائما من الإمام بعدك فالسؤال هذا معناته أنه القائمة غير موجودة وأحد ما يعرف بيها لذلك علينا أن نعيد قراءة التاريخ الشيعي التاريخ الأئمة بالذات حتى نعرف أنه هذه نظرية الإمامة حقيقة النظرية كانت يعني موجودة في القرآن الكريم موجودة في زمن الأئمة الأئمة كان يعرفون بيها كانت تبنوها وإلا كانت نظرية أن بعض الناس المثاليين الخياليين الغلات اللي كان يألفون روايات وأحاديث وينسبوها للأئمة كما في هذه الروايات التي رأيتمها وهي روايات متهافتة تنسب إلى الإمام الباكر أنه كان يقول بها وهذا شيء غير صحيح لذلك نحن نجل الإمام الباكر عن هذه الروايات التي يذكرها الكوليني ولا نعتقد بصحتها وبالتالي ليلة القدر كما في الآية الكريمة في السورة الكريمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك بهم من كل أمر سلامني حتى ما أطلع الفجر لا يوجد أي إشارة إلى تنزل الملائكة على شخص معين فضلاً عن أن يكون ذلك الشخص هو إمام معين معصوم فضلاً عن أنه نفترض وجود شخص غير موجود ونقول الملائكة تنزل عليه والناس يسألون سألوني بعض الأخوة أنه كيف يكون الملائكة تنزل على من لابد أن يكون هناك إمام معين طب هذا مو دليل هذا الدليل عكسي يعني أنت من تعرف إمام معين وما عندك أي دليل على وجوده وعلى ولادته فكيف تفترض الآية تنصح عليه إذا عندك مفهوم معين بأن الملائكة تنزل على شخص معين أو إمام معين وتأكدت من عدم وجود هكذا إمام في هذه الأيام أو منذ 1200 سنة فإذن يجب أن تشك وتراجع مفاهيمك وتراجع نظرياتك القامة التأويل التعسفي والافتراضات الوهمية أنه هذا ليس صحيح أساساً الملائكة لا تنزل على أحد على أحد المعين الملائكة تنزل دائماً برحمة الله تعالى فهنا يعني نحتاج إلى التفكير بصورة سليمة وليس التفكير بصورة عكسية وبصورة افتراضية وهمية خيالية ونبني بعد ذلك عقيدة على هذه الخيالات أو هذه النظريات المثالية لا يجوز ذلك هنا طبعاً في نقاش حول هذا الموضوع علي هاشم يقول سلام عليكم سؤالي كيف أثبت النبي كيف تثبت النبي يعني من هوية جبرايل عليه السلام كيف صدق أنه رسول من الله وليس جناً مثلاً هل كان لديه صفات لجبرايل من قبل كي يتعرف إليه حين نزل عليه الوحيد هذا طبعاً موضوع آخر هذا بحد ذاتي هو موضوع كيف عرف النبي أنه صار نفسه نبي وأنا أندي بحث مفصل حول هذا الموضوع في كتابي القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وطبعاً أول بالفصول الأولى بحثت هذا الموضوع بحث مفصلاً وهناك روايات كثيرة تقول النبي نفسه آيات قرآنية تقول وليس نبي ليس أحاديث وأن كنت في شك ما أنزلنا عليك فسأل الذين يقرؤون الكتابة مقبلك يعني في آيات تتحدث عن حصول الشك في البداية طبعاً النبي لما نزل عليه الوحي في الأحاديث وفي الآيات القرآنية أنه يعني ما بسرعة صدق وإنما شك بنفسي أنه هذا الذي يوحى إليه أو ينزل عليه أو يسمعه وهذا من 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 الملائكة أو من الجن أو من الشياطين أو من أي شيء إلى أن تأكد من ذلك هذا بحث آخر الآن ليس حديثنا مع احترامي لهذا السائل نتحدث عن نزول الملائكة لذلك القدر على الأئمة وهل تشكل هذه الآية دليلاً على وجوب وجود نظرية إمام إلهية ووجود إمام معصوم مع أيام قبل الله وأنه هو الإمام المهدي الآن موجود الأخ الكعبي يقول أدرك نفسك قبل فوات الأوان وعرف إمام زمانك نصيحة اللي وجه الله تعالى والملتقى عنده مليك مغدر طيب يا أخي العزيز يا أستاذ أبو سجاد الكعبي يمكن أنت تشرح أنك كيف يعني أنت عرفت إمام زمانك عرفت عن تقليد عرفت عن وعي عرفت عن تفكير عرفت عن أدلة قاطعة عندك اللي الله تقول أنه الله رح يحاسبك يوم القيامة فأنت أمنت بشيء بأي دليل أعطينا دليلك ونكون لك من الشاكرين إن شاء الله وإحنا يعني ما عندنا عناد لشيء معين إنما نبحث حسب الأدلة القرآنية أول شيء نأخذ القرآن ونشوف العقيدة موجودة بالقرآن لا توجد عقيدة خارج القرآن كل ما يوجد خارج القرآن هي نظريات اجتهادية ظنية تأويلية خيالية أو فرضيات فلسفية أو أساطير أيضا الناس يعتقدون بها فليس كل ما يعتقد به الناس أو يوجد في التراث مثلا أو في الكافي هو هذا وحي منزل من الله فإحنا ما عندنا شيء بالعقيدة اللي الله يحاسبنا عليها إلا القرآن الكريم العقاد الموجودة في القرآن الكريم نؤمن بذلك كمسلمين وما عند ذلك مسائل يعني يمكن نناقشها سؤال خارج الموضوع لو طلب منك الدرس أدرس حوزة أدرس حوزة ماذا تدرسهم حسب المنهج الذي تؤمن به سؤال أثان ما هو رأيك بعلامات المؤمنة الخمسة طبعا أول شيء القرآن اللي مهم الأدنى بالحوزة أن ندرس القرآن تفسير القرآن التزام بالقرآن حجية القرآن لبعض الناس يشككون بيها ويقولون ما أحد ما يقدر يعرف القرآن إلا الأئمة صحيح هذا أو لا ويمكن كيف نفسر القرآن فقط التفاسير الجاي عن الأئمة وكيف نصدق أن هاي تفاسير جاي عن الأئمة هذا كلام علي صفار يقول هل تنزل الملائكة أو تتنزل الملائكة علينا نحو البشر في هذه الأيام وإذا لم تتنزل الله للنحل أوحى ولأم موسى أوحى وهل أم موسى أو النحل أفضل من الناس صالحين في هذه الدنيا يا أخي العزيز مو قصة تفضيل أنه ذو الأفضل ولا مو أفضل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ذكرنا بعض القصص أوحى لأم موسى كيف أوحى لها الوحي طبعا هو الألم الخفي كما تعالى الوحي الوحي غير الحديث الحديث يكون بصوت أو بكتابة أو شيء الوحي يعني الألم الخفي الله يدي يذكر قصة أم موسى ويقول أوحى لأم موسى أو إلى مريم مثلا ملائكة جوها أو إلى النحل النحل هذا أشياء فطرية طبيعية يعني نفهمها بصورة طبيعية الله أوحى نحل مو يعني دائما نجي النحل صاروا أنبياء يعني إذا الله أوحى للنحل يعني النحل كلهم صاروا أنبياء هذا شيء يعني بعيد جدا أو مو صحية فإحنا كلمة الوحي ماذا تعني فيه شيء فطري شيء مثلا خاص معين وما يمكن ننقيس ما يمكن ننقيس على أشياء ذكرها القرآن إذا القرآن ذكر نبي نوح كان عمره ألف سنة أو أكثر أو أقل ما يمكن يجي بواحد أنا والله عمره صار ألف سنة أو فلان أمره ألف سنة هذا قياس باطل بدون أي دليل يعني تعسف أو القرآن ذكر أنه النبي عيسى عليه السلام جاء من دون أب يمكن يطع لك واحد يقول لك والله أنا ما يجيت من دون أب أو فلان إمام أو فلان نبي يجي من دون أب ما يمكن نقولها الكلام هذا لأنه ما يمكن القياس على غضايا ذكرها القرآن الكريم لذلك هذا القياس باطل وما يصح أنه بدون أي دليل نقول أنه مثل ما حدث كذا إذن الله أوحى إله فلان واحد كيف شن دليلك أوحى إله فلان هنا الكلام هذا أول كلام خاجة كاظم يقول ما هي مصاديق هذه الآية في هذا الوقت وعلى من تنزل الملائكة الله سبحانه وتعالى شوف خلينا نكون محددين بالقرآن يعني لا نضيف إحنا معاني جديدة على القرآن القرآن ماذا يقول ماذا تقول الآية أو هذا السوء تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر يعني ماذا تقول القرآن ما ده يقول على من تنزل على شخص معين فليش أنا أفترض أن الملائكة تنزل على شخص معين تنزل على العالمين كلهم بالرحمة والتوبة والمغفرة والرضوان فلماذا أنا أضيف شيء آخر هذا الشيء يعني أساسي حقيقة ومن الأصول أنه إحنا نلتزم بالقرآن نفسه إذا في أشياء واضحة بالقرآن إحنا نقول بها وإذا أشياء غامضة أو عامة أو متشابهة ما نضيف عليها ما نجي نفسرها من كيفنا ونطلع نظريات بعدين ونظريات وهمية خيالية أنه الآية تدل على وجود إنسان معين تنزل علي الملائكة طيب من هو هذا الإنسان؟ هو فلان ابن فلان طيب شنو دليلك على أن هذا الإنسان موجود أو مخلوق ما عندك أي دليل فشوفوا شلون نكع في مطبات وبعدين رح نبني أشياء على أشياء أن هذا الإنسان موجود وهو إمام من الله معين من الله وأنه يحرم القيام بأي عمل سياسي أو عمل ديني أو عمل حتى اجتهادي إلا مع هذا الإمام طيب عطلنا الحياة كلها عطلنا العقل كلها عطلنا الدنيا كلها بفرضيات وهمية سويناها بوجود أناس ما موجودين أو شخص ما موجود فوقعنا في مطبات وهذا مصحيح يعني إحنا بهالتأويلات الباطلة وقعنا في مطبات ومصائب كبيرة فلذلك بعد ألف سنة من هذه المصائب اللي وقعنا بيها ما يحقلنا أن نراجع هالمفاهيم وهالآيات هالتأويلات التعسفية اللي جاءوا بيها والافتراضات الخيالية اللي تفترضوها طبعا يجب أن نقوم بذلك حيدر قاسم يقول ماذا تفعل الملائكة عند النزول وهل كل الملائكة وهل النزول الأرض وما هي البركة في هذه الليلة وما هو السلام حتى مطلع الفجر وما هو الأمر الحكيم الذي يفرق يعني إحنا خلنا نكون متزمين بما يقوله القرآن الكريم يعني ماذا يوضح القرآن بصورة صريحة فيه سلاما هي حتى مطلع الفجر هذا أول معنى واضح أنه نوع من الأمن والسلام ويتضمن السلام يعني لنا أن نقول ذلك أنه يتضمن العفو والمغفرة يعني الرحمة هي سلام للناس أكثر من ذلك ما نستطيع أن نقول وأن نتخيل أشياء وإذا واحد يقول لأئمة يعرفون الآية تفسيرها فكيف إحنا مو مع الأئمة كيف نصدق هالكلام المنسوب منها إلى الأئمة بعد 1300 سنة 1200 سنة 1400 سنة الأحاديث ما يمكن نثق بها ما يمكن نصدق أحاديث الكافي أو البخاري أو مسلم أو كلا إلا لي تتوافق مع القرآن وضمن إطار القرآن أي شيء إضافي أو أي شيء جديد أو أي شيء ناقص أو زايد ما يمكن نأخذ فيه حتى نقدر نفهم القرآن يعني مثل ما تسألني يا أخ حيدر جاسب أسأل نفسك أنت كيف يمكن تفسير الآية هذه وهل لك طريق آخر إلى العلم الحقيقي واليقيني بالمعاني التي ذكرها القرآن في معاني غامضة متشابهة والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وخلص بعد ما يضيفون عليها ما يزيدون عليها مو الراسخون يعلمون لا الراسخون ما يعلمون الراسخون في العلم يقولون علي الصفار يقول جيد شنو رأيك أن 99% من أعمالنا من الله و1% من عندنا هذا سمعته من كاسية السيد محمد الشرازي رحمة الله عليه لازم تسأل السيد الشرازي ملسأني يا أخي العزيز الله سبحانه وتعالى خيرنا في هذه الدنيا أعطانا حرية حرية اختيار الدين والإيمان والعمل الصالح والعمل الطالح الله سبحانه وتعالى طبعا خلقنا في ظروف معينة وبقدرات معينة وبطاقات معينة هذا من يعني مو باختيارنا هذا من الله تعالى في زمن معين الله خلقنا في مكان معين فهذا أشياء يعني قدرية من الله أما أنه أنا أتمكن أقوم بهذا العمل أو ذاك العمل أختار هذا الطريق إنها ديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا أو إنها ديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا فالله سبحانه وتعالى أطعنا عقل وبعثنا أنبياء ودلونا على العمل الصحيح هذا الطريق الصحيح هذا الطريق الخطأ فإذا قمنا بالعمال الصالحة بإرادتنا بتوفيق الله وليس بإجبار الله لا يجبر أحد كلنا نمدوا هؤلاء وهؤلاء كما تقول الآية الكريمة فأنه 99% من أعمالي من الله وواحد من عندنا كيف يكون ما أعرف إذا كان السيد الشرازي قال ذلك وأنا لم أسمعه منه ولم أقرأه أيضا فيمكن أنت تسأل تسأل لواحد اللي يفسدك الكلام الأخ محمد حسين شمس الدين يقول ما صحت حديث العشر المبشرين بالجنة طبعا هذا خارج موضوعنا ولكن إحنا حاولنا اليوم نتكلم عن للة القدر بالذات وهل تدل على وجود إمام معصوم معين من قبل الله وهل تدل على وجود الإمام المهدي الغائب هل يمكن أن نستدل بهذه الآية ونفترض وجود هذا الإمام أم لا يجوز فقلنا إحنا ما نستطيع أن نفترض لا نستطيع أن نصدق هذه الروايات الواردة عن إمام باكر لأنها تأويلات عسفية وتحاول أن تؤلف نظرية الإمامة لأنها منتهية ومموجودة نظرية زائلة وبائدة فإذا كانت صحيحة كانت استمرت وعدم استمرارها معنات أنها ليست صحيحة وهي ليست موجودة طبعا ليس هذا فقط الدليل هذا الدليل نقضي أما هي أساسا إثباتها لا يمكن إثبات نظرية الإمامة وإثبات الملايكة تنزل على الإمامة هذا كان نوع من التدرج والتطور وتصاعد في نظرية الإمامة أول شيء قالوا يجب أن يكون هناك حجة ويكون وصي حتى ينفذ الشريعة ثم قالوا هذا الوصي لازم يكون عنده علم من الله علم غيب علم كذا ثم قالوا أنه يأتي علم لدني ثم قالوا الملايكة تنزل عليه يعني هناك التطور تدريجي في نظرية الإمامة نحو الغلو ونحو القول بأن الأئمة أنبياء كما قال بعض الغلات في القرن الثاني الهجري أبو منصور العجلي وأبو الخطاب وغيره وغيره قالوا بأن الأئمة أنبياء والأئمة كان يتبرؤون من ذلك والإمام الصادق بالذات وكان يلعن من يقول أن الأنبياء وهناك رواية المعلق بن خليس كان يقول بذلك أن الأوصياء أنبياء وعبد الله بن أبي يعفور أحد صحابة الإمام الصادق المقربين جدا أو أقرب المقربين إليه كان يقول لا الأئمة أوصياء الأوصياء ألماء أبرار الأوصياء ألماء أبرار فقط مو أكثر من هذا لا ينزل عليهم وحي ولا أئمة ولا مهزنون فهذا هو الجدل كان قائم وهذا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن نتعرف عليه هو موقف أهل البيت أنفسهم ما كان يدعون من الدعاءات الباطلة اللي الغلات كانوا يدعوها وينسبوها ويسوون أحاديث على لسان الأئمة وما أسهل صناعة الأحاديث ما أسهل صناعة الأحاديث فبالنسبة لحديث المعاشرة المبشرة بجنة أنا ما أعتقد صحيح لأنه فقط من قريشة أو لا يعني ما في واحد من الأن الصحاب فقط سؤال يعني وهو ما مثابة عندي أساساً الحديث هذا يحتاج لبحث سنده ويشوف منه سوى وليش سوى بعدين حيدر قاسم يقول ماذا نفعل في هذه الليلة؟ هل نتبع مفاتيح الجنان من أدعية وأعمال وهذه صحيحة؟ يجب أن تعرضها على القرآن الكريم مفاتيح الجنان تحدثنا حلقات هنا مفصلة عنه عديدة وقلنا أنه كان يحاول ينقح الأحاديث وحسب علمه أنه قام بتنقيح كتاب اسمه مفتاح الجنان قبله كان موجود ومنتشر وهو إجي قبل حوالي مئة سنة وحاول ينقح الأحاديث ولكنه أيضاً وقع في مطب الأخباريين ونقل الروايات بدون تحكيب لأنه اعتماداً على كتب سابقة وبعد وفاته هو مثلاً كتاب حديث الكساء لم يضعه ولم يعترف بصحتي وكان يضعه في الحديث ولكن بعد وقال ما أسمح لأي إنسان يجي يضيف على هذا الكتاب ولكن إجوا ناس آخرين طبعوا كتاب مفاتيح الجنان وحطوا بها ما يردون ومنها حديث الكساء والأدعية الأخرى هي أدعية مواردة عن النبي ولا من القرآن الكريم بعض المفاهيم وتطابق مع القرآن بعض الأدعية فعلاً جيدة ولطيفة وبعض الأدعية فيها إضافات فيها ناس صانعيها وخصوصاً في أيام الغيبة الصغرى ربماً من النواب الأربعة أو غيرهم كان يختلقون بعض الأحاديث ويؤلفون حتى يكرسوا بعض النظريات فلذلك يجب أن الإنسان يدرسها ويجتهد فيها ويحقق فيها وما يقرأ كل الدعاء على أنه وحي منزل بعض الناس يعتقدون مفاتيح الجنان مثل القرآن هذا يعني صحيح كله ببساطتهم يعني ما يعرفون من راوي الأحاديث ومن أي كتاب ومتع روية هذه الأدعية فليس كل ما فيه مفاتيح الجنان صحيح وليس كل ما فيه خطأ أيضاً فيه أدعية دعاء كومين مثلاً كتاب دعاء لطيف جداً وأدعية أخرى رائعة جداً دعاء الإمام الحسيني معرفة مثلاً كتاب عظيم دعاء عظيم ولكن بعض الأدعية خاصةً تشوفون فيه مقاطع كأنها ملحقة كل واحد جاي وضعف عليها أشياء فهذه زيارة الجامعة من زيارات الطامة الكبرى هذه الزيارات الموجودة فليس كل زيارات صحيح وليس كل الأدعية صحيحة يجب أن تثبت ونتأكد الأخ حيدر صبي يقول وقبله الأخ علي السكري يقول أستاذ أحمد ما رأيك في القول الذي يذهب إلى أن الليل في القدر هي الليلة واحدة فقط وهي التي نزل فيها القرآن على رسول الله ثم أن هذه الليلة لا تتكرم مرة أخرى يعني كما يقولون هي باقية مجهولة حتى الناس يتوجهوا للدعاء أكثر ليس محددة ليلة معينة يعني الدعاء بالحقيقة الإنسان أي وقت يدعو الله يمكن الله يستجيب دعاء ليس ضرورة فيها إليه القدر ولكن يعني هنا تركيز لتوجه إلى الله والدعاء والاستغفار والتوبة وما لا ذلك حيدر ثب يقول تنزيل الملائكة مع الروح إلى الأرض أمر رباني لماذا لهذه الليلة من قدر وأهمية وحسب فهمي القاصر هي جاءت مباركة لمدركيها من المؤمنين لتحصي أعمالهم وترفعها إلى السماء وتستغفر لهم ومنه يفرق كل أمر حكيم لا علاقة لها بأي ولي أو وصي هذا يعني قد يكون كلامك صحيح أيضا حيدر قاسم يقول هناك دعاء يقرأ في شهر رمضان دعاء الافتتاح أكيد تعرفه هناك جزء دعاء للإمام المهدي وستخلف الأرض استخلف في الأرض كما استخلف الذين مقبله من هو قبل الإمام مستخلف يعني هو دعاء مصنوع من قبل الإمامية كما واضح والاثنى عشرية بالذات فانت ما تسألني عن هذا الدعاء تسأل لي صنعوه ووضعوه شنو يعنون بي وشنو يقصدون بي يعني كلام يقال ليست كل أدعية صحيحة وليست كلها مروية عن النبي والإم حتى إنما اختلقت في ما بعد ذلك إلى هنا نكتفي بهذا القدر وأشكركم على المشاركة ونسألكم الدعاء في هذه الليالي المباركة بالتوفيق والطاعات إن شاء الله والمغفرة والتوبة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر